بقى على المنتخب الولمبي اللي اخد ال32 واحد ليه يا عام انت راح تحارب دين و30 واحد واخد خمس حراس والكارثة في ال32 واحد دول انك انت اديت انطباع انك مجامل مصطفى شو بيه وده اصلا انطباع غير حيوي وكل الناس هتقولك انت مجامله ليه لانه ما بلعبش ولانه حادث التالي فانت اقضى في المنتخب الولمبي على ارباع حراس بيلعبه فاجبت للرجل الكلام من كابتن شوبر وقعد في مكان هيقولك انت بتجامل شوبر رغم انك واخد حارس من نادل اهلي واللي بقعد احتياطي في النادل اهلي زي اللي بلعب اساسي في اندها اخرى لكنه برضو جبت له الكلام لا مستوى فاتح عامل موسم كويس ولازم كلها نقف جنبه واندعمه عامل موسم كويس مساعد مراح سموح ده عمر السعيد عامل موسم كويس مساعد مراح جونة برضو فجاب خمس حراس خمس حراس احسن من بعض بس من اللي بلعب محمد حرس الاتحاج بلعب حرس اولا العماد السعيد عمر ردوان محمود جاد في انبي علامي وماشاء الله تبارك لا عمر صلاح حاجة جميلة جدا 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 مصطفى شبير حاجة كويسة بس مش متشاف ليه لان عندك الشنة وعندك عالي لطفة عندك مصطفى شبير فلما خدته خامس الناس قالك ايدي مجاملة ومش مجاملة وبتاعه وكلام بالشكل ده لكن خلينا اقولك ان ده يعني ايه انا مش متفق معاه انت رايح مواسكر اعرفه لكن مش شرط ااخده واجيب له الكلام واجيب له ابو الكلام كمان هو الراجل اللي قالك جا مني ولا انت هتاخده هتلعبه شو بقى البقين اصامة جلال عامل موسم كويس مع بيرامدس احمد بك همشارلي سامحون زهر ايمن الناد الاهلي وبلعب مستاك ومحمود ماري عاملونه كويس والجزار محمد عب منعم وعب غاني محمد كريم فؤاد وحسن علي واحمد عيد دول في خط الدفاع خط الوسط العربي بادر عمار حمدي اكرم توفيق احمد هاني امام عشور يوسف الجهري احمد سعيد احمد الندري محمود نبيل فوز الحناء وعبدو يحيى ابراهيم عادل ده العيب كويس اوي برضو واحمد عبدالقادر ده العيب كويس اوي في اسموحة معارم الاهلي في اللجوم صلاح محسن ناصر منسي طاهر محمد طاهر فادي فريد يعني في العيبة انت تقول مجوش للمنتخبة لهم هنا زي اكرم توفيق زي طاهر محمد طاهر وهكذا معرفش ليه مش اخد ناصر ماهر يعني يعني في ظل ده في ظل فرح العمدة ده اللي انت عامله كنت اخدت ناصر ماهر طيب وبردو هنا في المنتخب اللهم يعني اتنين وثلاثين لعيب لكن برضو غاب عن منتخب مصر الاول رمضان صبح للاصابة بشدة عضلي وخفيف يعني وانا كويس ان يعني ما ترميش ما تعملش ضغوط على رمضان بكسافة برضو يعني مش لازم كل الماتشاط يبقى موجود لان انا شايفوا لاعب الماتشو خارج كويس الشد العضل ده جاله فين بقى جاله في قط اللبس فمش عارف فمش عارف يعني بس برضو لو ده زكاء من كابتن حسام البادري انه مش عايز يحطه تحت ضغوط ما انتخبته المؤسكر اللي فيه يبقى لو شد عضل يبقى خلاص يبقى خلاص ان مش مش هتكلم الله طيب لايك وشير وصلي عزين ودعي نفسك والوالدين والغير وهو عا تنسى تفعل الخير وتتبرع ل 57 57 طيب عاوز اقول على حتة تانية ايه هي النهاردة بدر بنون نجم النادي الاهلي امبارح النادي الاهلي القلعة الرياضية العظيمة اللي كلها بنحترمها وبنقدرها اعلنت ان بدر بنون ينضم المنتخب الماغر ليه؟ لانهم خلصوا له اجراءات وبعتوا له دعوة انه يجي جي مستر واحد خليله زيتش اعلن الاسماء النهاردة مفيهاش بدر بنون طيب المغرب قامت قالك ازاي بدر بنون مش موجود؟ قالك انا كنت بقارب من ثلاثة شكالة وبنون وميه اخد مني الثلاثة اخترت شكالة نظرا للبنية الجسدية القوية وبلعب في الدور الاسمالي عامل موسم كويس عامل موسم كويس فده خلى بدر بنون بقى اما هيسافر اجازة ونشوف اهله وحبابه في المغرب يا اما مش هيسافر وهيتانه موجود هنا في مصر لكن في الخلاصة ان بدر بنون واحد من المدافعين المميزين وضمن تشكيلة المنتخب المغرب اشرف بن شرق ايضا لاعب نادي الزمالك لم يتم استدعائه تم استدعاء في تونس فرجاني ساسي وسيف الجزير سيف الجزير وفرجاني ساسي دول اللي استدعوا اه 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 لازم اه اه يعني ايه في اختيارات المنتخب نبقى امانية ولازم بقى في حرص على البودلاء اه باخد اربعة خمسة لازم اخد اربعة خمسة في كل مركز ودلع الدنيا واصبط الدنيا اضبط الدنيا وادلع الدنيا الناس لازم تبقى عارفة انها في المنتخ مش محمد بريم يبقى بره محدش يكلمه ولا يوسف ببقى محد يكلم لازم اكلم الناس وافتع معهم خطوط مش لازم بقى شغل التكشيرة ده كابتان حسام لازم نفتح شوية في علاقاتنا وتعاملاتنا مع اللاعبين لازم يحسوا انهم ضمن التشكيلة الموجودة لمنتخب مصر مش يحس انه خلاص بقى مش يبقى خلاص يعني مش موجود يبقى ملوش لازم لا تحتاجوا فلازم يبقى في فتح حوار حوار وبرضو بقى عادي واكد تاني ان كابتن حسام البدر اخطأ بيئة الذهاب النهاردة وانه يقف وراء هنا بريدة طيب وانا بتكلم على كده عاوز انتقل بكم الى منطقة مهمة جدا وهي المؤتمر الذي يجري الان عندنا بعض تصريحاته لكن اللي هو عماد عبدالعزيز خلص صهوة المؤتمر وقال من يهاجمنا لا يعلم وضعية النادي وقت استلامه لأ الناس عارفوا وقت استلامه كان فيه من لهم من دوله 50 الف لكن عاملين نفسهم مش شايفين او بعضهم مستقر وبيقبط صفحات او حكاية وراء كلنا كلنا مشوف بيعمل الاجتماعات معاهم وفينا لجان سوشال شغال عليك مفياش كلام وضعية النادي من اليوم انه 50 الف ما حادش بتكلم فيها خالص ما حادش بتكلم انك انت ما عندكش فلوس خالص ما حادش بتكلم انك انت هتجيب لهم من اين يعني حتى خالد الغندور ماسك اللعيبة سالخة طب برضو لو انت سالخة قل ان الناس استلمت النادي من مفوش فلوس قل ان الناس دي معزورة الادارة اللي حاليها دي موجودة معزورة لانها الادارة السابقة جرافت النادي ماديا لعدد من السنوات لعدد من السنوات القادمة مفترض تقول ده ما بتقولش ده طيب قالك ان الهدف من المؤتمر هو توضيح الحقائق تم تكليف اللاجنة مكبر رزارة شابر هده بناء قرار كذا وفقا للتكليف الوارد فضلت اللاجنة العمل عن التركيز مع مواقع التواصل الاجتماع ما هو انت فضلت العمل عن التركيز مع المواقع ما انت عندك منظومة اعلامية بتقبل بضراتي بقى دي كده وعندك قناة بتقبل بضراتي بقى دي كده يبقى ما فيش حاجة اسمها فضلت استخدم ادواتك الاعلامية لإعلان وجهة نظرك انا اللي بقولك انا اللي بقولك استخدم ادواتك الاعلامية لازم الناس يبقى تبقى عارفة ان كده سنانت النادي وانفلس ما فيهوش جنيه والموارد اللي جاية كذا متجرافة قلتلكوا قبل جاء كل حاجة بالارقام ومصروفاتك السنوية الفرقة الكرة 500 مليون جنيه فرقة الكرة